ميناء المنطقة الحرة أحد أهم موارد البلاد المالية تحط فيه كثير من الحاويات من مختلف الدول لتزود السوق بمختلف البضائع الصناعية والغدائية والتي يفترض أن لا تصل إلى المستهلك إلا بعد أن تعرض على الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييص وضبط القودة أما إذا كانت المنطقات الظهر ظهر فيها شك ظاهري أو تلف ظاهري فهنا تحجز الشحنة في الميناء وتخضع للفحص وتظل الشحنة محجوزة إلى ظهر نتيجة الفحص عند زياراتنا لإدارة الهيئة في المنطقة الحرة وقدنا هذا المبنى لا يزيد عن ثلاثة غرف متداخلة ببعضها البعض لتشكو من زحمة المعاملات ولا تجد فرصة لالتقاط أنفاسك فيها حيث يمتد الإزدحام ليطال المساحة الخاصة بالحاويات التي باتت تشكو هي أيضا تزايد أعداد الحاويات فيها وبرغم أهمية عمل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييص وضبط القودة بالنسبة لسلامة المواطني والسوق أيضا إلا أنها الأخرى تشكو العديد من المعوقات التي قد تحد من إنتاجية العمل بعد الحرب تم تدمير البنية التحتية للفرع بشكل عام والمختبرات جزء من أساس الفرع يوميا يتوافد هنا التقار والعملون في مجال التخبص الجمركي وبالرغم من جميع المعوقات إلا أن الجميع يعمل قاهدا لمحاولة الدفع بالحركة الاقتصادية إلى الأمام مثلا إدارة المواصفات المقاييص جد ما شفتوها إدارة ضيقة صغيرة ما توجد المختبرات التي تتطلب السرعة مش موجودة فيها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييص وضبط القودة تعتبر الخط الدفاعي للمستهلك مع ازدحام الحاويات في المنطقة الحرة يزداد الاحتياج لإمكانيات أمنة لسلامة المنتج ليصل من هنا إلى المواطن مروى العزاني قناة بلقيس عدن